احنا مبارح كنا زعين قوي ومخبطين بس النهاردة بقى عندنا شوية طاقة ايجابية عايزين نكملهم فهنكملهم ازاي؟ هنكملهم وان احنا هنجيب شوية حاجات حصلت مبارح راك هتجيبهننا وفي نفس الوقت تقول لنا ازاي كمان نتعلم منه عشان ما تتكرارش قدام طيب قبل ما نبدأ في الحلقات انا عايز اقول لك حاجة بوما جدا فضلا مش معنى ان انت تعدلت مغرأ ايوة ان انت كده خلاص يعني هتسلم الامر وتقول ان انا بعدت عن البطولة او ان انا مش هعرف ازعد من دور المجموعات او ان انا مش هعرف انافس على البطولة نفسها لا المنتخب المصري قادر وفي اخطاء وفي اوقات ومرت مصري بيها كتير ان انت في اول المباريات في دور المجموعات ان انت تخسر زي بطولة 86 انت خسرت في اول البطولة ورجعت تاني خدت البطولة فيه متشاط بتقدر يعني في البطولات المجمعة منتخب المصري بيعرف يجمع نفسه كويس وبيعرف يعمل حاجة كويسة العيبة بتعرف تتكتب مع بعضها كويس ممكن تكون الاجواء مش افضل حاجة بالنسبة لهم ودي سمعتها في تصرحات كتيرة ان حتة الحالة البدنية في التنفس عد نعب على المحاولة دي عكب تقسير معلش برضو يعني شوفناها النهاردة برضو في اداء منتخب الجزائر وشوط التاني عشان برضو نكون هم كروفاسين جدا شوط الاولاني شوط التاني محسنة منتخب الجزائري اول مباراة شوط تاني كانت سيئة جدا سنغال النهاردة فدع جدا الطرد اللي كان قدام المنافس منتخب جنبيا الكاميرو النهاردة فدع الطرد اللي كان قدام منافسهم النهاردة كان منتخب الكاميرو كانت لعبت ميني النهاردة يا جماعة فكروني الكاميرو النهاردة برضو كانت مشى بشكل الشوط الاول جيد جدا كانت خسرانة سوري الشوط التاني كانت جيدة جدا الشوت الأول كانت خسرها. فكروني يا جماعة الكاميرون كانت بتلعب مين؟ غينيا. غينيا. فغينيا كانت بدأة متقدمة بهدف مسيطرة على المباراة بعد كده الكاميرون الشوت الثاني. فادها أن غينيا لعبت بعشرة لعيبة مع نهاية الشوت الأول وقدرت وقدرت. إحنا مشكلتنا كمصر أن إحنا كشعب وتقريبا الإحساس والشعور ده وصل للعيبة والجهاز الفني أن أنت رايح كسبت المباراة قبل ما تلعبها. وكلنا كنا عندنا حالة من التفاؤل لحجم اسم المنتخب المصري كبير جدا صاحبت سبع بطولات. وبحجم اسم المنتخب المزنبيكي اللي شارك آخر مشارقة ليه تقريبا في بطولة أفريقية 2010. صح. فدي كلها معدلات وأرقام كانت تديك أنت الكفة الأرجح. 100%. إحنا ما جينا قبل المبرابعة ده ما عملنا التجربة بتاعت تنزانيا كانت متجربة كويسة جدا وكنا بنشتغل على أن إحنا هنلعب أربعة تلاتة تلاتة وده عملنا الشوت الأولاني وكنا جيدين جدا وكلمنا فيه وقلنا أن الطريقة دي هي الأنسب للمنتخب المصري وتقريبا مع فيتوريا لعبنا معظم مبارياتنا بالشكل ده. مظل. لحد ما بنقدر نكسب بنكسب بشكل كويس وما أمنين بنلعب باثنين دفندرات. المرة دي مستر فيتوريا ابتدى التشكيل باربعة اتنين تلاتة واحد. اعتمد على صلاح في قلب الملعب رقم عشرة. والحتة دي صلاح ما بيجدش فيها. مش أفضل حاجة بالنسبة له. هو صلاح بيجد في الوينج. بيلعب على الطرف بشكل كويس جدا. بيقدر يشتغل عليها بشكل كبير. هل لعب اربعة اتنين تلاتة واحد ولا اربعة اربعة اتنين. اختلفت الاقاويل. لا هي اربعة اتنين. يا فيه ناس شافوها. فيه ناس شافوها زي ما حاجة بتقول كده انه كان صلاح صانع على العاب. وفي ناس بيتقول انه كان مهاجم بس متأخر شوية تحت مصطفى محمد. لا هو لعب اربعة اتنين تلاتة واحد. كان واضحة جدا جدا. ما 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 فيهاش انت اما بتعود لعبتك وفرقتك على طريقة لعبة معينة. ما حاولش ان انا اغير فيها. وبالافضل كمان اما يكون عندي حلول. واحنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده. اما يكون عندي نوعية لعيبة. انا عارف ان ان الكرة الافريقية. مش المنتخب المزنبيكة. ان الكرة الافريقية كلها بتعتمد على السرعة والقوة والمرتدات. انا لازم اخد بالي من الموضوع ده. وده اللي حصل في المباراة. عندهم سرعات كويسة جدا. عندهم الاتحانات كانت قوية جدا. عندهم الكرة المرتدة بالنسبة لهم كانت عالية جدا ان يعملوا الكونتر عتاج بشكل كبير جدا. عشان يهجموا المنتخب المصري. كل دي مواقف بتهيئة لي. ان كان درس للمنتخب المصري. اللي حصل بقى.